شابت المحمود الخطيب عمل اجتماع مع موسيماني بيناقشوا كل الأمور الخاصة بالفريق حقول لكم بس الدنيا مشة ازاي عشان تبقوا عارفين بالنسبة لبدر بنون خلاص زي ما انفرضنا من زمان ان بدر بنون في النادي الاهلي بدر مسافر مع فريق الرجاء ثم نادي الرجاء هو اللي هيعلن انه انضم هيعلن رسميا بقى انه انضم لنادي الاهلي ثم يعود الى القاهرة للاعلان الرسمي والتقديم الرسمي والانتظام في التدريبات مع الفريق يمكن النهاردة مردود الناس على مستوى بدر بنون كان اكثر من رائع وبالقاعدة كانت ما بين الكابتن خطيب ومستر موسيماني اللي طلعت اشعى انه في جنوب افريقيا كان اجتماع النهاردة حضر كابتن ساد عبدالحفيز مدير الكورة حضر امير توفيق مدير التعاقدات هيحسموا بقى امر الاعراض المحمد شريف اللي كان منوارنا مبارح ناصر ماهر اكرم توفيق وصلاح محسن هشوفوا الدنيا شكلها عامل ازاي وهشوفوا المباراة الودية اللي طلبها الراجل عشان يلعبها قبل ما يواجه الزمالك في المباراة النهائية وجهاز الطبي اعلن انه رامي ربيعة خلاص انتظم في التدريبات وحالته ميد فلو 14 الف الحمد لله على السلامة عقبال متولي وعقبال كريم ندفد وعقبال محمد محمود وعقبال كل اللعيبة المصابين ترجمة نانسي قنقر